بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله يفعل ما يشاء بسم الله بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد أكرمنا الله بسيدنا رسول الله وأكرمنا الله جل وعلا حين جعلنا مسلمين موحدين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكرمنا وأرسل أحمد بالحق بالتوحيد أيضا بالهدى نور أهل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من الندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبدد والمؤمنون على الطريق تتابع كل بطاها قد تأسى واقتد بالذكر جاء وبالكتاب ولم يزل في العالمين مرتلا ومرددا رب الوجود تباركت أسماؤه الله من نوره أهدى الوجود محمدا نعم ينبغي أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد ينبغي أن نتأسى بقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولذلك قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن وقالت كان قرآنا يمشي على الأرض وكان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يطبقون القرآن عمليا على أرض الواقع بأخلاقهم وسمتهم ومعاملاتهم الطيبة مع بعضهم البعض كان الواحد منهم ربما لا ينتقل من آية إلى آية ليحفظها إلا بعد أن يطبق ما في الأولى من تعاليم إلا بعد أن يلتزم بالأولى التي حفظها بالآية الأولى بالسورة الأولى التي حفظها يلتزم بما فيها من آداب بما فيها من تعاليم إلى غير ذلك كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم ونحن صائمون وغير صائمين ينبغي أن نتخلق بالأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم مؤمن ولذلك مولانا جل وعلا في القرآن يحدثنا عن العبادات وأنه سبحانه وتعالى يريد من ورائها أيضا أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الطيبة أن يتأدب بالأدب الكريم قال الله تعالى عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى عن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الله تعالى في الصيام لعلكم تتقون وما التقوى إلا آداب وتربية وأخلاق والتزام واستقامة وثبات وهل يتصور أن إنسانا يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وبعد ذلك أثناء صيامه يغتاب ويتحدث عن هذا وذاك ويطلق الشائعات إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا تتسم أبدا وصفات المؤمنين وصفات الصائمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قول الزور هنا الكلام الباطل سواء أكان كذبا أو شهادة زور سواء أكانت غيبة أو نميمة أو أي شيء من هذه الأمور حرمها الله تعالى على الإطلاق فينبغي ونحن صائمون إن شاء الله تعالى أن نخرج من هذا الشهر وقد تدربنا على التقوى وقد تدربنا على الأخلاق الطيبة وعلى الكلم الطيب وعلى المعاملة الحسنة أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يجملنا بأجمل الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها اشتركوا في القناة